رسوله وما هو إلا مرشد ومعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر باتفقه في الدين القائل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين والصلاة والسلام على خير من علم وعلم سيدنا محمد أشرف العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ذو الفضل والكرم مشاهدين الكرم أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى والذي سنتكلم فيه عن منظومة المرشد المعين على الضرور من علوم الدين لصاحبها العلامة المغربي الكبير سيد عبد الوحد بن عاشر رحمه الله تعالى ورضي عنه وسيكون ضيفا كريما على هذه الحلقات فضيلة الفقه سيد العوني بن محمد أزاوياء أستاذ الكريم مرحبا بك والفقه سيد العوني بن محمد أزاوياء خريج المدارس العتيقة بسوس دكالة وصورة هو أيضا خطيب ومدرس للعلوم الشرعية عضو المجلس العلم المحلي لعملات الصخيرات تمرى مرة أخرى مشاهدين الكرام مرحبا بكم وبفضيلة الفقه أستاذ الكريم تعلمون أن منظومة المرشد المعين على الضرور من علوم الدين هي كنز ثمين من كنوز العلم وهي عمدة عند المغاربة ومن نفائس المصنفات من هنا جاءت فكرة تخصيص حلقة هذا البرنامج لشرح وتفصيل وتبسيط هذه الثروة الفقهية حتى تعم الفائدة إن شاء الله لكن أستاذ الكريم دعنا ونحن في بداية هذه الحلقات نتعرف ونقترب أكثر من صاحب هذه المنظومة من باب الاعتراف لأهل الفضل بالفضل فمن هو هذا العلامة المغربي سيد عبد الواحد بن عاشر تفضل أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بالفضل المبين أحمده سبحانه وتعالى وأتوكل عليه وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وإخلاص نكون بفضلها يوم الفزع الأكبر من الآمنين فالصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله القائل ما داق أمر إلا فرجه الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من واله وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذا البرنامج المبارك على هذه المائدة الفقهية المباركة لناظمها سيدي وسندي عبد الواحد ابن أحمد ابن علي ابن عاشر الأنصاري نسبا الأندلس أصلا الفاسي دارا ومنشأا هذا العالم رحمة الله عليه مؤلف هذه المنظومة وناظم عقدها وجامع شتاتها في هذه الأبيات فهو رحمة الله عليه عندما حفظ القرآن الكريم في الكتاب القرآني كسائر علماء المغرب لأن أي عالم من العلماء المغاربة كانوا دائما أبدا لا يذهبون إلى تحصيل العلوم إلا إذا حفظوا القرآن وهو رحمة الله عليه حفظ القرآن بكل ما له وما عليه سواء في علم رسمي وفي علم التجويد وفي علم القراءات وتخريجاتها وتوجيهاتها حتى صار له الباع الطويل والقدم الراصخة في هذا العلم ثم انتقل لطلب العلم ودرس العلوم القرآنية على كثير من الأنشياخ سواء في مدينة فاس وخارج مدينة فاس حتى تحصل على الكم الأكبر من هذه العلوم التي تتعلق بعلوم القراءات ثم ذهب ليتعلم النحو أولا لأن هذا من المبادئ الأولية والعلماء كلهم كانوا يقولون العلوم أربعة النحو لللسان والفقه للأديان والطب للأبدان والنجوم للأزمان النجوم للأزمان وعلاماته بالنجم يمتد يعني علم الفلك علم الفلك فلما بدأ في علم النحو كان له قصب السوق فيه سواء في علم النحو أو في علم التصريف أو في علم الاستيقاق ثم علم الفقه بكل ما له وما عليه وخير دليل على ما نقول هذه المنظومة المسبوكة بهذا السبك المحكم المتقن جدا فلما قرأ علم الأصول وفائدة علم الأصول لقارئه أنه عندما يقرأه يعرف الأصلة ليبني عليه الفرع فجاء بهذه المنظومة غالبا تتكلم في الفروع ولم يخليها من هذا العلم بل جعل لها نصيبا منه وستاتي إن شاء الله فكذلك لما برز في هذه العلوم لم يكن مدرسا للقرآن فقط ولا للقراءات فقط لكن اشتغل بالتأليف والنظم ليس له هذا النظم فقط بل له نظم مكمل لموريد الضمآن لسيد محمد بن إبراهيم الخراج في رسم القرآن وقد شرحه رحمة الله عليه من شروحه لعلوم الرسم موريد الضمآن في رسم القرآن هذا شرح لهذا الآن وله شروح أخرى وله مؤلفات كثيرة لكن اشتهر بهذه المنظومة نعم فضيلة الفاقه بما أن الرجل برع وتفنن في علوم متنوعة يعني لماذا بالضبط هذه المنظومة سيكتب لها الخلود والقبول ما هو السر في ذلك؟ خاصة وأن الرجل كما قلت فضيلة الفاقه يعني برع بالخصوص في الرسم القرآني وله منظومات في ألوان أخرى فلماذا منظومة المرشد بالضبط؟ لأنها من الأمور المهمة والأمر المهم في حياة المسلم هو ما يرشده إلى دينه ويكون عونا له على أداء ما فرض له عليه وحيث إن هذه المنظومة كإعانة للمسلم في عبادته فكلما احتاج إلى دليل وهو يحفظها قرأ البيت فتبين له المعنى المقصود من هذا فبهذا أدركت هذه الشهرة واستهر بها رغم أن له ما هو أكبر من هذه له ما هو أكبر ولكن حيث إن هذه المنظومة داع صيتها وعما نفعها والكثير من الناس يحفظونها عن دهر قلب رجالا ونساء وكانت في المغرب لا يخلو بيت من بيوت المغاربة من هذا المثل لا بد أن يكون محفوظا وأن يكون مخطوطا باليد للرجوع إليه لأنه مساعد ومعين وهو مهم في أمر العبادات وحيث إن أمر العبادات يشترك فيه العام الخاص الذكر والأنتق القارئ وغير القارئ غد نظر عن رسم القرآن رسم القرآن لا يحتاج إليه إلا من له اهتمام برسم القرآن قد يوجد الإنسان ويحفظه القرآن ولكن لا يهتم بالرسم يحفظه اللفظ ولكن لا يدري كيف يرسم ولكن من له شغاف ومحبة فالبحث عن هذا فإنه عندما يحتاج ولكن لا يستغني أحد عن الدهر ولا يستغني أحد عن الوضوء ولا يستغني أحد عن الاغتسال ولا يستغني أحد عن الاعتقاد ولا يستغني أحد عن الحج ولا يستغني عن الصوم ولا يستغني عن الزكاة ولا يستغني عن التصوف فمن أجل هذا اشتهر بهذه المنظومة أكثر من غيرها وقيد الله لها أناسا كثيرين سناولوها بالشارح وبالإضافات وبالتعاليق لماذا احتاجت إلى كل هذه الشروحات هل لأن مثلا هي صعبة تحتاج إلى شرح هل لأن النظم رحمه الله يعني غفل على شيء جوانب وشيء أحكام لماذا يعني احتاجت إلى كل هذا الكم لما تنطوي عليه من أسرار داخل النظم ولأن النظم يجمع الأشياء الكثيرة في البيوت القليلة ولا بد من تبسيطها لمن لا يعلمها لأن الإنسان لا يدري كلام غيره إلا بواسطة غيره النظم أضراء من كل شارح ولكن لم يشرح هذه القصيدة عند بداية أمرها إلا تلميده إن شاء الله سنتكلم عن هذا التلميد منه ونعرف به أيضا لأنه تتلمد على يديه وعرف سر هذه المنظومة فمن أجل هذا يتحتاج إلى التبسيط لبعد الناس من اللغة من التقافة والتقافة ديال الالف وربعين ما هي ديال الالف وربعمية وثلاثة وثلاثة الفرق شاسع لتنوع الألسينة ودخول الدارجة أكتر ولكن كان لسانه فصيحا ومن كان معه يحتاج إلى أن يكون النظم فصيحا وبليغا ويعرف الأصول ويعرف كيف يبني القافية في الوزن لأنه كان مع الناس أمثال الجبال الرواسي لم يكن معه الناس لهم تقافة رقيقة ولا لا بل الناس ده واختصاص ده ومفاهم عالية في كل علوم في ستة المجالات وهو لم يكن فقها فقط بالكأن عاليا من بعلم الفلك بعلم الطيب بعلم أصول الفقه علم السند في الحديث تعليل تجريح تعديل سبحان الله يعني هذا النظم رحمه الله سيد عبد الواحد بن عاشر يعكس بحق النبوغ المغربي نعم وهو كذلك إذا كتب سيد عبد الله قنون رحمه الله عليها داع وجعل هذا العنوان عنوانا لكتابه كتبه النبوغ المغربي فهو أتى من هذا ومن غيره لم يكن سيد عبد الواحد بن عاشر فقط بل هناك الكثير كله نبغة في ميدان من الميادين لأن هذا النبوغ هو فضل من الله جل وعلا يقذفه في عقلي من يشاء أو في قلبي من يشاء لأن الله عز وجل لو كامل العطايا إدمتنا بشيء على أي مخلوق في الإحمد الله على ذلك وليكثير من شكره حتى لا يسلبه النعمة إن شاء الله نعم ومع ذلك أستاذ يعني كالقوهد القمم الشامخة سواء في الفقه أو في غيره من العلم كما ذكرت الذكر دي لهم خامل خاصة فقهاء المغرب الأقصى يعني ما أخذوش ديك المكان النيت ما أعرفشوش هذا سقصير لا لا العلماء هم هكذا يتواضعون لو لكن هذه عدنا غير إحنا في يعني في المغرب الأقصى إلا مشينا مثلا المشريق بالعكس كالقوه يعني السيرة دي العلماء كتتعطلة واحد الأهمية كبيرة يوا كل واحد العلماء لأنهم المعرف لا يعرف من هذا القاعدة المغربة كي أعرف الجبال ما كيتنقلش والرمال كيتنقل نعم فضلة الفقه بهذا المثال نتوقف لفاصل قصر نعود بعده لنستكمل حديثنا مشاهدنا الكرام نعود بعد هذا الفاصل لمواصلة الحديث مع فضلة الفقه فابقوا معنا يقول عبد الوحيد ابن عاشري مبتدئا باسم ال الله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما بكلفنا صلى وسلم على محمد والآله وصحبه والمختدي الله 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 أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام ونعود لمواصلة الحديث عن منظومة سيدي عبد الوحيد ابن عاشري فضلة الفقه لماذا هتم أهل العلم بالنظم خاصة في الزمن ديال العلامة سيدي عبد الوحيد ابن عاشري شنو يا الأغراض ديال هاد النظم النظم في اللغاتي الجمع النظم الجمع لأن النتر يصعب على العقل النتر هو الكلام الغير الموزون وغير منظوم نعم فحتاجوا لجمع شتات هذه العلوم التي كانت في كتابة منتورة هكذا فنظموها وألفوها لأن الجمع والتأليف يعطي للأشياء منظر آخر ويعطيها محبة واهتمام والتفات فهذا الغرض من النظم هكذا لأنه يجمع المعاني الغزيرة في الكلمات اليسيرة مع توفر نظم على ملكة قوية وساجية تعرف كيف تصل إلى عمق الأشياء في الروي في هذا في كل ما يتعلق بوزن القافية البيت من أوله إلى آخره حتى يكون سهلا على القارئ لا يتلأتم فيه ويتخير له الألفاظ السلسة السهلة الخالية من الغرابة من تعقيد من هذا سهلا في يسرون للناس تسيرا على الناس جمعوا هذه الأشياء في بيوت قليلة في أبيات قليلة حتى يعم النفع وحتى يعلمها العام والخاص لأن العقول تميل إلى المنظوم أكثر من المنطور ويقولون إن المنظوم أسهل حفظا وأوسع انتشارا وأكثر استحضارا في الدهن فعندما يريد أن يستحضر المعلومة وهو ينشدها لأن الأناشيد تعين حتى إن الإبل كانت في زمنها تعودت هذا سبحان الله الحداء الحادي هو الذي ينشد إلى الإبل لتسير لأنه يكون واحد الجرس موسيح وخاصة هذا كان بالطريقة المغربية الجميل إحنا سمعنا في المقدمة الحلقة يعني تلاوة المنظومة بوحدة طريقة مغربية أصيلة لأن هذا الجرس يعطيها روناقا وجمالا ويكسبها محبة في قلوب سامعها وعندما يحفظها الإنسان لابد أن يعيد الله عليه البركة لابد أن يكرمه بالبركة لأنه رحمه الله نظم أبتغى أوجه الله لأنه في الآخر قال سميته بالمرشدي المعيني على الضروري من علوم الديني فأسأل النفع به على الدوام من ربي نبي جاي سيد الأنام صلى الله وسلم ربما هذا هو سر نجاح خلود هذه المنظومة ونجاحها وشيوعها وهذا الصيد وهذا الكم لعلها قد ترجمت إلى لغات من غير لغات المسلمين نعم أستاذ الكريم يعني اذكرت من الأغراض ديال النظم السهولة والتيسير ألا يخشى أن يكون في هذا الإجاز يعني ماشي لا يستغنى وإنما يعني الإغفال إغفال بعض الأحكام لم يتعرض أحد ولم يستدرك عليه أحد لأنه كان جامعا مانعا كان رحمه الله جامعا مانعا لم يستدرك أحد ولم ينظم أحد منظومة أخرى وأشار مثلا قال هذا كذا كذا على ابن عاشير أو فيما أغفاله ابن عاشير الإنسان يصيب ويغطي إنسان يبقى إنسان ولكن إذا وفق الله وكان الصواب فالله جل وعلا يبلغ الإنسان حسن المقصد ومن يتوكل على الله فهو حسبوه إن الله بالغ أمره بل هي جامعة مانعة لا في مبنها ولا في معنها وتصل قصيدة إلى مستوها بالنسبة للفقه وهذا الإجاز وهذا البلاغة الكبيرة التي تحملها مع إجازها هي بيوت لا تتعدى 314 ربيت أبيات لا تتعدى 314 ومع هذا جمعت الشئ الكثير الذي يحتاجه إلى مجلدات اندخال في تحليل المعاني التي تحملها هذه الألفاظ المستملة على هذه الأبيات نعم فضلة الفقه إذا بغينا أن توقفه عند العنوان اللي هو المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ماذا يقصد صاحب المرشد في اللغة هو الدليل الذي يدل النقل على الشيء المسؤول عنه وهو رحمه الله لارتباطه بالقرآن وفهمه في القرآن جاء بكلمة المرشد معرفة وحيث إنها وردت في صورة الكهف نعم بأن الله قال ومن يضليل فلن تجد له مرشد ولي مرشد نعم والمهتدي له ولي مرشد ف اختار هذا العنوان ليكون مرشدا وهادي إلى المقصود لكل من يهتدأ فهذا يعني تشربوا للقرآن الكريم أثر عليه احتفاء سياغة المنظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الذي لا يسعوا أحدا تركوه ولا يعضروا أحدون بجالية هذا هو الضروري نعم يعني كل واحد ما يجابوش الواحد طائفة خاصة حتى إلا وقصد به النفع العام اللي عامت الناس ولذا قال وأسألوا النفع به الدوام من ربي بجيسي لأنا يعني كل واحد اعتنى بدوك الناس اللي هم عندهم بحال ناس ضعفة مع دهم لا أي الملف لا يقول لو امتال نهك أما الناس اللي عاليين اللي هم عندهم علوم ومع دهم هذا ضيانيهم ولكن مع ذلك يعني المنظوم اهتم بها العلاماء كما العام هو توادع رحمه الله بل فيها ما يعجز الفطاح ما هو معجز لكل من ادعى بلاغة فإن دخل إلى وسطها سيجد فيها ما يوقفه عند حده ولكن لما قال المرشيد سميته بالمرشدي المعيني على الضرور من علوم الدين خلها حتى الآخر خلت تسمية حتى الخاتمة نعم الخاتمة عاد لن العنوان هذا من حذق العلماء لم يجعل عنوانا لهذه المنظومة قبل ختمها سبحان الله مع أن العنوان يعني أول حاجة قصة حتى ولكن هو أدماره في النفس وتركه إلى الخيتام هذا حذق العلماء دائما كانوا يؤخرون العنوان إلى آخر هذا وقد وجد في بعض الناس أنه سرق منظومة ما من المنظومات ولما ذهب الذي ينسوها إلى نفسه حذر صاحب المنظومة وكان من جملة الحاضرين فقال لهم قولوا له العنوان ما المقدمة لم يجعل لها مقدمة ولعلها شاطبية سبحان الله عاد قالوا من صاحب واقع اليوم أنا من لم يلقى المقدمة جموا لها عاد ردها الكلام حتى وفيه هذا وإذا قال في الخاتمة سميته بالمرشد المعيني عال داروري من علوم الدين من علوم الدين ومحدد شيء هذه العلوم هذه لا لماذا علوم الدين المهمة لأنه المقال داروري هناك علوم أخرى لا يحتاج إليها الناس ولكن من أن لماذا دخلها أجاب أوصف من بعض علوم الدين التي هي الضروريات نعم من بعض العلوم لأن العلوم غزيرة وكثيرة بحر لا ساحل لا بل أبحور لا ساحل لها ولكن قال من علوم الدين أي من بعض علوم الدين يعني من الضروريات التي جاء من الضروريات أما الكمال يتلي الناس في غين عنها ولا يحتاجون إليها فألوا كفلون بالبحث عنها نعم هذا قال فأسألوا النفع به الدوام من ربي نبي جي سيد الأنا سميته بالمرشدي المعيني على الضروري من علوم الدين فأسألوا النفع به على الدوام من ربنا بجاه سيد الأنا أعطى العدد أبيته 14 تصيل مع 300 عد الرسول حتى الرسالات جابهم هكذا 314 النبي يعني كانت مقصودة مقصودة لأن كل خلاصة ما تقدم من الرسالات كم هي كانت شحالم النابي كانت تعدوا الرسالة أما الأنبياء الذين لم تكن لهم رسالة فهم كتر لكن تخصيصا قال أبيته يعني المرشيد المعين نعم كم هي 14 تصيل 14 بعد المائة مع 300 من أتيت عد الرسول عدد الرسول 314 ورحم الله سيد يقلي بن بري الرباطي التازي لما تكلم في البسم علا خرج هذه 314 من اسمي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا من قول الله عز وجل ما كان محمد نباح من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله كل شي علينا نعم فضلة الفقه نكتفي بهذا القدر مرة أخرى أشكرك الشكر الجزيل وأرحب بك ضيفا دائما على هذه المائدة الفقهية كما قلت أو المائدة العلمية لأن في الحقيقة تضم علوم علم التوحيد وهو من أشرف العلوم فقه العبادات وكذلك التصوف السني مرة أخرى جزك الله بكل خير مشاهدين الكرام قد يموت رب العلم من مرض به وتعيش ظهرا بعده الآثار رحم الله العالم العامل العابد الزاهد سيد عبد الواحد بن عاشر وصقاه شآبيب رضوانه وأذاقه حلاوة غفرانه ونفعنا وإياكم بعلمه في نهاية هذه الحلقة أشكركم مشاهدين على حسن الانتباه وأنقل لكم تحايا فريق برنامج المرشد المعين على الضرور من علوم الدين وحتى يتجدد اللقاء نستودعكم الله السلام عليكم الله 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 عليك إذا رمت الغدى وطريقا وبالدين للمولى الكريم تدين بحفظ لنظام كالجبان رسول وما هو إلا مرشد ومعيد كأن المعاني تحت الفاضي وقد بدت سلسبيلا بالرياض معيد